بصراحة غريبة الحاجة التانية الناس بتتكلم في موضوع بدر بنون وانه جاله عرض من نصر السعودي ما حصلش انه جاي اي عرض رسمي للنادي الاهلي لبدر بنون انه يمشي طيب لو حصل الاهلي رفض تماما التخلي عن بدر بنون ليه؟ لانه هو لعب بيتم بناء عليه خط الدفاع وماشي بشكل ممتاز جدا واحد اللاعبين مهمين جدا من ناس بالنادي الاهلي وحنا عارفين النادي الاهلي دايما بيحب يحافظ على قوام الفريق وبيحب انه هو يطور من نفسه ويدعم صفوفه بشكل اكبر فمش هيمشي لعب مهمة من عنده ده اصلا لو جاي عرض من نصر السعودي لكن بشكل رسمي ما حصلش اي عروض وصلة النادي الاهلي لا بخصوص بدر بنون ولا بخصوص اي لعب من اللاعبين وانا اللي بقوله لحضراتكم ده معلومات كلها مؤكدة بنسبة مليون في المية زي ما قلت لكم مش مئة في المية ده فيما يتعلق كمان بايه؟ بدر بنون